في الأثناء قال محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جابر خليدة في حديثه باجتماع خلية الأزمة أن ما يهمنا هو حماية أرواح المواطنين بدرجة أولى وأن الإجراءات الفنية والإدارية يجري متابعتها باستمرار لمنع حدوث أي طارق ما هي الاحترازات اللي لازم نأخذها؟ أولاً نحن نركز على موضوع الحفاظ على حياة الناس لأن هذه القضية إذا هي ممتلكات موجودة بحوض النهار ورح يصعد عليها الميت فهذه القضية خارج إرادتنا وخارج إمكانياتنا بس نبقى نحافظ على الناس ونوعيهم أن يطلعون من منطقة الخطر الأمطار هذه المرة أكو تغيير مناخي كبير جداً بحيث ما نقدر إحنا هسنا لا حاقدر يتوقع شنو الموضوع وشقد راح يجي المشكلة عندنا وين؟ في المنطقة الخطرة اللي هي منطقة السداد وطلبنا من رئيس الوزراء اليوم بالتقليل الكامل أنه يقدمنا قوم بصيانة السداد على امتداد النهر آني جتنا الاحتياجات مع الزوارق ومن يومكم وبلشنا بيها ورح ندرجها ضمن الخطة نحن نشتغل عملي نعم يعني أنا أريد مثلاً أكو ناس عندهم إحنا هسنا آلياتنا محددة أريد أكو ناس يتفقون وياهم طوارئ إنه إنت يا با إذا صار طارئ جيب آلياتك وجيب وتعالي يشتغل مباشر يعني ويا مهندس يعني يكون ستاند باي هذه جلسة خلية الأزمة هم مفتوحة ما عندنا مشكلة إنه إحنا نستمر نتابع الموضوع دعونا هم مفتوحة شكرا